السلام عليكم ورحمة الله كتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنحضر معكم الشبكية بلاد شبك سهلة كتوجدت بسرعة بسيطة في المكونيات وكذلك في طريقة تحضير ديالها كتمنى انكم تجربوها حيث تستحق التجربة ولكنتوا اول مرة تشاهدوا القناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وبرتجوا الفيديو مع اصحابكم باشتعون الفائدة اذا نبدأ بسم الله على بركة الله في المقادر اي ماء يقارب نسكيلو قريبا نزيد عليهم كاسد سنجلان مطحون ومغربل ملعاقة كبيرة من القرفة ملعاقة كبيرة من النافع يعني كل شي يكون طبعا مطحون واحدة الصشي ديال سكر فانيلا كندير هنا يا معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات وصفر بيضة كاملة يعني صفر ديال بيضة سوفيك نخلط النواشف ديال نمزيان سوفيك نزيد عليهم نسكس ديال زبدة مخلط مع نسكس ديال زيت لسيو وهنايا طبعا نديرو لهم الزعفران يعني اللي عندك زعفران حور الدوبية في الماء وإلا ما عندك شي ممكن لك تستعمل هي لها دك ملوين اصطناعي سوفيك نخلط كل شي مزيان بحل هات الشكل اللي قتشوفوه في الفيديو دكت تجمع المقاونات ديالنا مزيان يعني العاجينة خاصها تكون قصحة شوية سوفيك نقسمها على ثلاثة لقوريات باش تسهل علينا الخدمة وطبعا نحتاج لحسب سطح العمل أنا نايا عندي سطح العمل صغير اكشي على سطرت كوريات صغيرة سوفيك نبسطها كاية بالمدلك حيث تحتاج الطريقة اللي كنديرولي هاي بالمدلك حتي كتشي بحالي لا يعني بحالي لا دلكتهم زيان سوفيك ندير فيها هكاية مربعة بحالي لا كانت طواء المسمن سوفيك ونحطوه جانبان ونديروه شي بلاستيكا باش ما يضرب هاش البرد بحالي 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 لاجتي زيان ما باش ما ما تقصحش معانا سوفيه هنايا غدي ناخده الكورة اللولى ونبسطوها هكاية باستيعانا بالدقيق سوفيك ناخده هنايا شي قطاعة صغيرة ولا مهم انا انايا اختارت هاد الشكل الصغير تماما بحالي لا غدي تصيب بشي حلوة او لا شي دوزئتي سوفيك ناخده هنايا المرشم رأي هنايا الفيديو راح شرح نفسي بنفسه طبعا سوفيك نروليه هكاية بحالات الطريقة وكن فرقوه شوية في الغص وكن سدوه عليهم فطروه يعني طريقة ساهلة بزاف هنايا غدي ناخد الكورية التانية طبعا سوفيك نصرها هكاية وناخد هنايا شي قطاعة يعني على شكل دائري يعني اي حاجة عندكم ممكن تستعملوها نويم هو طريقة سوفيك نرشمها هكاية ثانية بنفس الشكل وكان رليوها حتى كان سلي العجينة لعندي سوفيك نجمعو كل شي فصينيا وكان وجدو الزيت اللي كتكون ساخنة هنايا الزيت كان نحطو فيها شبكية ديالنا باش تقلة سوفيك نقلبو هكاية شوية أنا هنا يلقينا را را ضعيفة حي تصيبتها بالليل ذاك شي علاش ما اعطتش اللون ديالها فتصوير سوفيك ناخدها هكاية بشي مصفات يعني نقليها ونحطها في العسل ومن العسل نحطها في المصفات ومن بعد نحطها في شي تبصيل ونرش عليها شوية ديال زنجلان هكاية أنا هنا يقطرت من زنجلان حيث بنتي اللي درت ليها زنجلان وقطرت منها شوية وطبعا اللي عجبتكم الوصفة دياليوما كنتمنا انكم تجربوها وتبرتجوها مع صحابكم وحبابكم ولكنتو طبعا جداد في القناة مرحبا بكم والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال الفيديوهات المجربة صحا وراحة وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله واشركم مبروكة بغواء اشتركوا في القناة